لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل جرس الاشعارات فضلا وليس امرا يعتقد البعض ان الاشخاص المصابون بمتلازمة داون لا يمكنهم ان يقعوا في الحب ولا يمكنهم الزواج لكن هذا الثنائي الذي يعيش في بريطانيا غير هذا المعتقد عند الناس حيث احبا بعضهما البعض وقرر العيش معا الى الابد وبالرغم من ان الكثيرين لم يباركوا هذا الزواج ظنا منهم انهما لن يستطيعا الاعتناء ببعضهما البعض غير انهما اثبت العكس وبقي يعيشان مع بعض منذ ما يقارب خمسة وعشرين سنة وفي ذكر زواجهما الخامسة والعشرين قرر والداء الرجل ان يقيما احتفالا مصغرا لهذين الزوجين المحبوبين من طرف الجميع حيث تم استدعاء بعض الاقارب واصدقاء الزوجين وكانت الحفلة غاية في الروعة استمتع بها كل الحاضرون خاصة بعد ان ظهر الزوجين مرتديين لباس الزواج الرسمي وبينما كان الحاضرون يرقصون مع الزوجة ويمرحون معها كان الزوج جالسا مع والده ورجال اخرون وفجأة نهض من مكانه واقترب من زوجته وعرض عليها ان تشاركه رقصة تحت انغام موسيقى هادئة كانت الموسيقى جميلة وهادئة وكان الزوجان يعانقان بعضهما البعض وهو ما خلق جوا رومانسيا اسعد كل الحاضرين فمن قال ان المصابين بمتلازمة داون لا يعرفون الرومانسية ولا يجيدون الرقص وفجأة تغيرت الموسيقى لتصبح صاخبة وذات رتم سريع وتغير معها اسلوب رقص الزوجين وهو ما زاد من حماس المتفرجين حيث وقفوا كلهم وبدأوا يصفقون لهذا الثنائي ويتفاعلون مع الحركات الغريبة التي كان يقومان بها لقد ظهر على محب الزوجين انهما تفاعلا بشكل زائد عن اللزوم مع هذه الموسيقى ودخلا فيه استيريا من القفز والصراخ وفجأة حمل الزوج زوجته على كتفيه ورماها على الارض لتسقط على رأسها فوق الارض ويغمى عليها تماما توقفت الموسيقى وبقي الجميع ينظر في دهشة الى الزوجة الواقعة على الارض وهي تغرق في دمائها تم نقل الزوجة على الجناح السرعة الى المستشفى حيث قدمت لها الاسعافات اللازمة ومن حسن حظها ان الصدمة لم تكن عنيفة جدا قام الاطباء بتضميد رأس الزوجة وسمحوا لها بمغادرة مستشفى كان الزوج ينتظر زوجته في قاعة الانتذار وهو في قمة القلق فالمسكين لم يستطع التحكم في نفسه اثناء اصابته بتلك الهستيريا ولم يكن في كامل قواه العقلية ولم يدرك حجم الكارثة التي ارتكبها الا بعد ان هدى لقد كان هذا درسا لبعض الناس الذين يتعاملون مع المصابين بهذه المتلازمة على انهم اناس عاديون فبالرغم من انهم طيبون وبسطاء الا انه وجب على الناس التعامل معهم بحذر لان مزاجهم يتغير بسرعة خاصة عندما يكونون في الاماكن التي بها اصوات ساخبة ترجمة نانسي قنقر